إلى منطقة سير الضني بأقصى الشمال اللبناني حيث البرد القارس توجهت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا حاملة معها للنازحين السوريين مئات الحصص من البطنيات وكسوة الشتاء سعيا من الحملة لتخفيف بعض من مأساة ومعاناة النازحين إلى تلك المنطقة والحملة توزعت أيضا للسوريين حصصهم من الأواني المطبخية ومستلزمات العناية الصحية الشخصية الحملة الوطنية السعودية شعورا منها مع الأخوة السوريين النازحين إلى لبنان فاليوم ستتوزع حصص لخمسمائة عائلة والحصص تشمون كيس يحتوي على جكتات، كنزات، شالات وبطني للأطفال وكيس آخر أو كيس يحتوي على بطنيات النازحون وقد تجمعوا منذ ساعات الصباح الأولى في مركز التوزيع شكروا المملكة العربية السعودية قيادة حكومة وشعبا على وقوفها إلى جانبهم وأكدوا امتنانهم لمملكة الإنسانية على محبتها لهم وعطفها عليهم أنا أحب أن أشكروا المملكة العربية السعودية على المساعدة لقدمتنا إياها في اسم واسم جميع اللاجئين السوريين والحمد لله هي المساعدة لساعدتنا خاصة بمفصل الشتاء البارد اللي احنا عايشين ومطط الشمال وأحب أن أشكر المملكة السلمان على كل مساعدة أقدمنا إياها أنا أشكر المملكة العربية السعودية وأشكر المملكة السلمان على لفتة للسوريين ونقول إن شاء الله أنتم دائما أشقاء وأخواننا يا رب وتبقوا دعم للشعب السوري الحملة الوطنية السعودية تثبت يوما بعد الآخر أنها الرائدة في العمل الميداني لنصرة وإغاثة النازحين المحتاجين إلى كل مساعدة الشمال منطقة باردة جدا وحاجة النازحين السوريين فيها إلى كسوة الشتاء والوطنيات كبيرة جدا من هنا خصصت الحملة الوطنية السعودية أكثر من زيارة لأكثر من منطقة شمالية من سير الضني مرسل كرم الإخبارية الشمال اللبناني